ما الحكم في تربية الكلب في البيت اذا كان البيت واسع وفيه كده مدخل وحطت الكلب في المدخل زي واحد عنده مثلا بيت كده وليه ايه جنينة صغيرة كده محيطة بيه فحطت الكلب في الجنينة ما فياش حاجة لكن اما يبقى بيتك عبارة عن شقة فيه ضوء في عمارة وتلات اربع اوض وقعد انت الكلب في اوضة من الاوض وعيالك في اوضة وانت في اوضة يعني سويت الكلب بالعيال بقيت اوضة الكلب وقعدة الولاد ما ينفعش كده وهو انت بقيت صاحب الكلب يعني حاجة ما يسحش اولا ريحة الكلب ايه ليه ريحة معينة بيأثر لما البيت دايق يعمل ريحة كريهة شوية طبيعة نفسه وعرقه وحركته والبراز اللي طالع منه بيعمل ريحة لا شكة في هزا هدي الرائحة بتأذي الملايكة اكتبهم الملايكة ما تدخلش البيت اللي فيك واخد بالك وحنا مأمورين اننا نحسن الجوار الملايكة بتجورنا وبتحضر مجالس ذكرنا وبتحضر معنا صلاطنا ومعنا الملاك الرقيب والعتيد بيكتب علينا فقعد معنا الملك فيصحش انك انت تؤذيه بروائح كريه وإلا بتؤذي جارك ولا يدخل الجنة ما اللي يأمن جاره ايه بوائقه تهمت بقى ازاي وبالتالي لو البيت دايق ما تقعدش الكلب داخل البيت لكن لو عملت له ايه في البلكونة مسي عندك بلكونة واسعة كده رحت عملت له كده ايه بتاع خشب واخد بقى قعدت فيها الكلب زي بتاع توموجيري عارف انت توموجيري عندهم فيه كلب كده ما قعدينه بتاع خشب كده فانت عملت ايه الكلب الخشب ده بتاع الخشب دي في ايه في بلكونة واسعة متهوية يا جوز ما فيهاش حاجة بس بشرط ان الكلب ما بدل شهر النهار بيارعى جوه البيت فقامت بقى ازاي اريد ان اكتنب من المعاصي والذنوب لكن لا فلو الى ورد من الاوراد فلو ارشد الى ورد من الاوراد يعني علشان ابطل معاصي اه والله في ورد كده يخليك ملاك ما تعصوش ابدا بس ازاي الورد انا ما عرفوش باخد بقى لك ازاي لان ربنا لو اردنا ملايكة لنعصة كان خلقنا ملايكة لنعصة المعصية مهمة جدا واخد بقى لك فيه علاقتك بربك ابونا ادم ربنا اكتباه بمعصية سورية وهي اكله مش شكر هي اللي بيقول سورية لانها مش معصية حقيقية لانه هو اصلا اكل ناسيا فنسيا ولم نجد له عزما على المعصية يبقى هو في حقيقتي ما كانش عاصي ده هو اكل ناسيا وبعد ما افتكر قعد يعيطه يبكي ويستغفر لربه فيهمت ازاي فلما اكل ناسيا واستغفر ربه علمنا التوبة فدخل الى الله من باب التوبة والله يحب التوبين هلشا كده فاجتباه ربه ايه وهدى يعني الولا المعصية ما كانش ربنا اكتباه ولا هدى طب وطاعة ابليس كانتسبب في ايه في غويته وتاردم الجانب انا خير منه لانه هو بقى تووس الملايكة من كتر الطاعة يعني الطاعة تورس عز واستكبار والمعصية تورس ايه زل وانكسار وربنا مع المنكسرين يبقى ربنا لما جاعلك تعصى عشان يكسر فيك العزة تقوم تدخله من باب التواضع والتوبة يقوم يحبك في امت يبقى المعصية مفيدة ولا مش مفيدة بس ايه ضررها امت انك انت تستمر عليها ابونا قدم عملها مرة واحدة وبعدين ايه تابع على طول ومعملاش تاني لا انت تعملها مرة واتنين وثلاثة يا قليل الادب الله طب ليه تعملها انت مش تقتها مرة وعرفت انها مرة وعرفت انها بتبعدك عن ربك ابعد بقى واخد بقى لك ازاي يبقى سارع بالتوبة يبقى المعصية ربنا عملها مش عشان تستمرها وتحبها لا علشان ده وليك يقوم يمنع شعورك بانك دخلت الجنة بعملك تقوم تشعر انك دخلت الجنة بفضل الله تقوم تعرف ان ربنا ده ستار وربنا غفور وربنا رحيم وربنا ودود فهمت بقى ازاي فالمعصية دي مهمة لكن شوف ايه انما التوبة على الذين يعملون السوق ايه بجهالة يعني بتصرع كده ثم ياتبونا ايه من قريب ولا قال من بعيد من قريب على طول لكن ايه وعد تزاول المعصية كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تقول لي اسطنى عايز ورد يا عم الشيخ علشان اترك المعصية ما هو ما فيش ورد فهمت ازاي الورد ان الشيخ يجب لك عصايا ويرزعك هلا علشان تفوق لي نفسك فهمت فاتبطل بقى يبقى معناه المسارعة سارعه شوف ربك يقولك سارعه يبقى المعصية مش وحشة ولا حاجة لكنها وحشتها انك تحبها وتستمر على ايه على على الوقوع فيها هو ده بس السم اللي فيه فانت خد منها ايه الفائدة وما تخدش منها السم سارع سارع على طول بالتوبة ولا تسوف لان الناس بتموت فجأة فهمت ازاي فما تقولش لما اكبر لما اتخرج لما اتجوز لما رب العيال لما ربنا يفتع علي ويكتر مالي لما 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 وفي الاخر عمر كتير منك ولسه ما تبتش فهمين فعش تخيروا لنطفيكم فان العرق ده الساس اظن ان دي قول سيدنا عمر على ايه حال يعني ايه يقولك ان الوراثة في السلوك الخطأ بتبقى فيه برضو عوامل وراثية في السلوك وايه ليه لان البيئة اللي انت بتتربى فيها وبتعيش فيها بتأثر على سلوكك يعني واحد نشأ في بيئة كلها كفار وكل يوم قاعدين بيسكروا وكل يوم بيلعبوا امار هيطلع برضو ايه متأثر باسلوب الحياة دي فيامت ازاي لكن لما واحد مثلا ينشأ في بيئة كلها ذكر وكلها صلاة وكلها ذكر للنبي وحب للصالحين وعبادة هيطلع متأثر فانت بقى ازاي وعلى شكل انت برضو اما تيجي تختار زوجة سيدنا عمر بيغصيك اختار زوجة دينا علشان حتى لو سبتها وسفرت تربي ابنك ابنها وابناء وابنائك على المحافظة على الصلاة على صدق القولة على التعلق بالصالحين على حب النبي في امتزال لان هي اصلا سلوكها كده لانما ما ايه ما تروحش تتجوز مسلا واحدة سلوكها بقى وحش وفي الاخرة ايه تسافر وتسيب لها العيال حتطلعهم سلوكهم معاوك زيها فهمت ادي معناها لا تسترروا الحمقاء فان اللبن يعدي كيف هتقصل هذا في زمان العوامل الوراثية اللي الانسان بيرثها من خلال البيئة وايه والتربية واخد بالك ما حكم انتشار الخطوبة يعني يقصد ايه يقصد اه يعني اشهار الخطوبة يعني جائز وان كنا لا ننصح يعني يا جوز تعمل حفلة كبيرة للخطوبة يا جوز ما حدش قالك انه حرام يعني بس لا ننصح ليه لان يمكن الموضوع ما يتمش شوشرت على البنت بس وتمنع خطابة احنا لا ننصح ننصح ان الخطوبة تبقى ايه يا دوب المقربين بس من الاسرة هم اللي يحضروها ويعودوا بعد كده خطبين بعد ايه اسبوع اتنين شهر اتنين لحد ما يحسوا ان اتباعهم متلقمة وان ما فيش مشاكل والحيمشوا في الموضوع بجد يوم يجي العقد بقى يشهروا في امت بقى ازاي لكن احنا لا ننصح باشهار الخطوبة لا ننصح طب واحد اشهر جائز لكن ليس كل متاح مباح يعني ليس كل مباح متاح لان قد يكون من بعض المباحات ينبني عليها بعض المدار في المستقبل اذا استحب زيادة لفظ سيدنا فالفظ الازان اشهدوا ان محمد رسول جازة زيادة تعالى سبحانه وجل جلاله في مقارنة لفظ الله في الازان ايه جوز بس ما لهاش ضرورة احنا قلنا فيه فيه طرأة ضرورة في لفظ سيدنا عند محمد ليه لان تغير العرف جعل الاسم المجرد فيه نوع اساءة فلما تغير العرف بقيه اضطرنا اننا نوقر النبي الاصل هو توقير النبي كان زمان الاجيال القديمة ايام النبي والعربي كان مجرد نداء الانسان باسمه ده تشريف في حد ذاته درجة سيدنا عبدالله بن عمر ينادي ابو يقول له يا عمر كان عادتهم كده واخد بقى كزا يقول لك قال عبدالله بن عمر عن عمر بن الخطاب ما يقولش عن والدي لان عادتهم كانوا ايه الاسم المجرد هو في حد ذاته تشريف وليس انتقاص لما جاء العرف تغير واصبح الاسم المجرد انه عن انتقاص لتستطيع انك تنادي المدرس بتاعك باسم المجرد ولا مديرك في العمل باسمه المجرد ولا ابيك حتى في البيت باسمه المجرد ولا يقول لك يا ولد كده اقلت ادب مش ده اللي بيحصل فاذا كان الادب مطلوب مع هؤلاء فالادب مع النبي من الباب اولى فهمت بقى ازاي فطرأت الحاجة لذلك خصوصا ان ترأت طائفة جهلة حرمت لفظ السيادة عند اسميها عليه الصلاة والسلام حتى في الخطب العادية ويقول لك محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم الجماعة الوهابية ويجي في الملك يقول لك جل جلال جلالت الملك واخد بقى لك ازاي ويجي في النبي يقول لك محمد بن عبدالله اجلاف نعمل لهم ايه فلما نشأ اوذاء الاجلاف في وسطنا وايه وصدمونا في توقرنا لنبينا وتغير العرف فقولنا ايه ان الى اضافة لفظ السيادة عند اسميه عليه الصلاة والسلام امر مطلوب في هذا الزمان واخد بقى لك لتغير العرف ولوجود طائفة لا توقرنا بالتوقير الذي يليق به صلى الله عليه وسلم كويس اما لفظ الله فالله هو لفظ جليل في كل عصر وفي كل مصر ولم يدنس واحد فما ترأش الحاجة ان انا اضيف عليه حاجة تاني فيامت بقى ازاي ادي كل الحكاية لم يترأ الحاجة لكن لو واحد قال اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله جل جلاله ازانه صحيح وفيها اشحاب ازانه صحيح بس ايه حيصدم العوام لانه دي حاجة مش متعودين عليها لكن من حيث من حيث الاداء فهو صحيح فيامت بقى ازاي ادي كل الحكاية ترجمة نانسي قنقر